السلام عليكم اليوم الاحساس غريب احس ان تعرفون لي واحد وايد عنده سوال ومواضيع وشذي بس فجأة هدوء ما في شي اقول يمكن تعبت لان في ناس ما تسمع او ما يفهموني ما هدري شي غريب ما اقول اني محضر وايد لان انا ابي البودكاست يكون يطلع وايد من الاحساس الطبيعي منه انا يعني ما بيتصنع كلش كلش ما بيتصنع الخطة من البودكاست ان تعرفون منه انا سائد ان اكون كميونيتي او ناس حتى لو واحد حتى لو شخص واحد يفهمني او يفهم المشاعر اللي قاعد امر فيها الامور اللي قاعد امر فيها طريقة تفكيري مثلا اه يحس انه اه امر بنفس ظروفي يتعلم منها هذا بالنسبة لي خاص يعني اعتبر بالنسبة لي لاجاح فعلى قوتم كم وصل نحن الحين عدلنا الثمانية مليار صح ايه انا اسمعا فيه ناس يقولون سبع مليار موص ثمانية مليار ماضي المهم انه على كم الناس اللي موجودة وعلى كم التكنولوجيا اللي موجودة ما فيه ما فيه اللي صعب ما نحصل الناس اوكي يعني نقول ان الناس برا يعني احنا احنا بالكويت يعني موضينا الثمانية مليار يعني خلن كل طبيعيين ما رح يكون كلهم موجودين من نفس المكان بس انا يا بالي تفكيرك يعني لو على الاقل يعني لو احنا نفس الامارات الامارات علاقاتهم فيها وايد اجانب وشذي وهذا كان تعرفنا على وايد يعني ناس غير اللي موجودين او سكان نفسهم اه لان احنا اغلب اللي بتدير عندنا عمالة يعني مو يعني ناس بزنس ولا ناس اه يعين مثلا حق يعيشون هني ككم كبير نفس الامارات او بالاحرى دبي فهذه كانت فكرة بالي اقول لو ان الكويتس ان شاء الله بعدين يعني لما تصير نفس دبي واحسن ان شاء الله هل الناس بس طبعا راح يكون كم عمورنا يعني شي اه حلام يقض حلام يقض فيه كم شغلة ودي اسول فيها اول شي اه في كذا واحد تسألني اه اه يقول لي شنو هذا البودكاست اه شنو بروحك انت سولو ولا شنو النظام اه هو سولو بودكاست يعني ما عندي احد حاليا اصوي بودكاست فيه بودكاست ثانية يعني مع اصدقاء وشذي وهذا بس انا اقصد على المحتوى اللي انا ابي اه لا يعني حاليا بروحي وبس انه ما يمنع انه فيه ضيوف ان شاء الله مع الوقت راح يكون فيه ضيوف اللي ودي بدي 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 بحلقة من الحلقات هي تميض اه ونشوف ان شاء الله فشنو الشغلات اللي بسولو فيها اليوم طبعا مثل ما قلتلكم انا ما احب بحظر علشان يطلع الشي من القلب اه الحلقة الاولى وايد وايدا نسا نس فيها الصراحة وكان فيه فيدباك حلو اه ما كان وايد مشاهدات بسzyn الاراء اليتني وايد حلوة يعني حسيت بر покher حلوة حسيت ان فيه ناس تسمع حسيت ان يا انا احساس اني تشلني مو بروحي فيه ناس قعد اتمر بنفس المおمور يعني فيه يعني انا مو بروحه الي قعد احس بالاحساس الي قعد امر فيه فحضرت انا تشم شغا فقلت بكون ااء يعني اتكلم عن بعض النقاط يعني حضرت نقاط بس خلا اتكلم عن الناس مو نفس مودي في ناس يعني على دورتهم مريت بصداقات حلوة ما اقول لا في ناس كانت نفس مودي 10% في ناس كانوا نفس مودي 50% في ناس كانوا نفس مودي يعني اتوقع اتوقع الماكس وصل خنقول 70% هذا اعلى شخص بحياتي يعني حسيت ان وصل المستوى لان وايد بيني وبيني شغلات مشتركة خنقول 70% ما ابالغ الصراحة لان كل واحد غير على الثاني فهذا شيء وايد صعب اني احصل يعني اوكي في ناس وايد زينا وهذا اخلاقها حلوة وشذي وهذا بس الشغلات اللي بيني بينهم مو وايد يعني مثل ما قلت لكم 10% و20% ليتذكرني الشغلة هذي بوايد شغلات يعني مثال انا في موقف مريت فيه اتذكر يمكن 2009 مثلا اتوقع كنت مسافران ويا ربعي رايحين لدبي كان عندنا حفلة The Beatles راح نحفلة The Beatles يعني كانت وايد حلوة استمتعت كان شيء تجربة حلوة وشذي اول ما ردينا تيما احنا بالدوانية كان يوم الخميس احنا دائما تيما يوم الخميس بالدوانية شنو اللي قال لي صاحبي طبعا انا متحمس انا ترى من زمان يعني عفيني الحماس يعني انا Overhyped يعني superhyped person يعني wide احب اطلع مشاعري احب ابييني انا مستانس وشذي طبيعي احب يعني اعبر فشنو اللي صاح كنا قاعدين نسولف عن السفرة ومتحمس وحفلة كانت والسفرة لما نروحنا مني تطالعني يقول لي شفيك عيدان يقولها شنو انا استغربت الصراحة حتى ويها كان سيدة يعني الموشلس مسترب معنا صاحبي من 2006 يعني يعني يعرفي صار 4 سنين يعني مشايدي قال يقول لي ترى انا كنت وياك قلت لان زين ما فهمت مشاي يقول لي انا كنت وياك بالسفرة و واستانست بس مو نفسك شذي مستانس جانا اقول له يعني شنو واحد ما يستانس كل واحد طريقته يا اخي انا مستانس وفرحتي من السفرة قبل اسبوع او اسبوعين ليه الحين يعني الانجويمنت مال السفرة موجود يعني شفيك يعني قاعد اقول له المهم هنا انا سحبت على الموضوع هذا بس انه الموقف كان غريب يعني بعد فترة قعدت تساءل يعني شوفوا ليه اليوم يعني احنا الحين من الفين واربع وعشرين وليه الحين قاعدت ساءل هالنوعية من الناس هذي طبعا هذي من الناس اللي كانت همكم تتوقع انهم ربعي وهذا وها وشت وعلى شغلات تافها وطلعوا من حياتي شنو الشغلات اللي قاعدة تصير يعني فيه شغلات غريبة يعني انا صراحة يعني احس انه اليومين تعلمت درس وايد طوي وايد عميق مع انه بسيط بس نادر ما الناس تعقل شلون؟ اترى احنا مو نفس الشي يعني ترى انت مقعد اول شي انت مقعد تمشي مع ملاك يعني انت مقعد تمشي مع ملائكة وانت مو ملاك يعني يعني احنا ناس مو بيرفكت انسى الموضوع صالفة البيرفكت يعني احنا قاعد نمشي بحياة فيه هوايد سلبيات فيه هوايد غلطات فيه هوايد دروس يعني الواحد الحل لما يتعلم درس اسمه تتعلم من الدرس الحلو الواحد لما يمر بموقف يتعلم منه شون يتعلم منه؟ يصير افضل يعني قبل الدرس انت تكون لفل معين هتحصل اكس بي تي لفل الثاني تكون متعلم من المر ريطافتك اوكي الناس هنا الطبيعية مطبيعية الناس العادية الناس العادية يعني الكوبي بيست هذي الكوبي بيست هذي نقطع السؤال فيها بعض شوي يعني واحد غلط خلاص هذا انسان غلط مراحة ماشي ولا مراحة كلمة انت سويت مليون شي غلط اصلا انا مشيتلك انت مسكت علي شي بسيط عشان شدي الصداقات عندنا ما تمشي اه مثال كان في ايام انا حبيت التوتر من اول ما بلش ليش احب توتر الواحد يعني يعطي التوتر يعني يعطي التوتر يتكلم على حسب الشخص طبعا يعني انا مثلا احب مثلا يتفكرة ببالي او كشي تفكرت فيه كتبته كتويتر يعني مثلا يتكلم أني احبت شلون؟ يعني أتذكر كان في واحد من ربع ضايفني نفس الشخص هذا اللي قال لي أنت شفيك مستانس؟ يعني أنا طلعت مع صاحبي رحنا أتذكر تشليس رحنا نتعش أو شيء تذي أنا قاعد أصور يعني كتب ثوتس وأنه طالع مع فلان وشدي وشدي هذاك خطفة زعل وما رجل شفيك؟ شون تطلعهم غير ما تقولولي؟ يعني أول شيء يمكن طالعة خاصة يمكن قاعدين نصالف عن موضوع خاص يمكن طلع بيني وبيني ما نبي أحد ويانا يعني ترى أنا مو تجسس يعني إلى الحين يعني الناس ما أخذها صالفة لنا انستجرام سناب شات تويتر السوشال ميديا بكبرها تجسس يعني حيل سطحيين بهالموضوع الناس كوبي بيست شون قاعد زيانة بالكوبي بيست؟ يعني أنا دايماً أأيب نفس المثال لأنه واي الدرج الحين واحد يتوظف مو يتوظف بالثانوية ينحاش من المدرسة يطلع مع ربعة يقز ما قز بعدين يأخذ الليسن يشتغي إلى وانيت بعدين يروح شارع الحب بعدين يروح يشتغي إلى عصير ضاحية ويأذي البنات بالشارع دوس كله هشات عصبية سجاجين بالسيارة يعني وهي الناس نفس الستايل نفس الطريقة يعني هذا الكوبي بيست فأنا ما بي ناس كوبي بيست يعني لا ما بي أطلع مع شخص أو أتعرف على الناس في منها ألف واحد يعني دايماً أنا يبهى المثال أن حياتك مثل المكتبة المفروض لما أنت تدش المكتبة الناس يعني كل واحد لقصته يعني أنا أبي يكون قصتي وكتابي يونيك يعني الواحد لما يبطل كتاب عيدان يبطلة مو نفس الكتب بالباجين نفس قصص الناس العادية آآ تيبيكال ستوري لا في تحديات أنا مرت فيها في أمور أنا سويتها بحياتي أنت ممكن تستفيد منها بحياتك تتعلم نقطة نقطتين منها يعني ما بي أكون كوبي بيست كلهم نفس الكتب كلهم نفس الاسم كلهم بس يعني كلهم نفس القصص بس الاسم غير أنا ما أبي أكون شدي باك أصدرائي V60 آيست كولومبيا بطريت أن أمشي لأنه كان عندي دورة باريسا وشدي فالحين إحنا باليوم الثاني نكمل فمودي وايت صعب فأنا حياتي دايما قاعد أحس أنه قاعد أسوي رحلة البحث على الأصدقاء رحلة البحث عن الناس اللي يخلوني أحسن وأفضل ونشيل بعض وهسوال وهذه ففي وايت ناس قاعد تأثر فينا الصراحة وتخرب على بعض الناس ف يعني أنا مثل ما قلت لكم يعني أنا وايت هايب في ناس ما عندهم هاي الصرفة هالي بس بدنا فكرة الهايب شون حلوة لما تكون إنت مع الشخص الصح فتذكر كنت بسافر أنا ويا صاحبي رايحين ألمانيا شوفوا شون القصة تفرق عن الشخص اللي رحتوا يا دبي رحتوا يا ألمانيا رحنا يوروبارك فإحنا في يوروبارك كان هالوين ووف وناسة كان المهم يعني الجو مودنا مع بعض كان عجيب فشنو اللي صار شفتوا أنتوا اللعبة هذي اللي القلاسات الكواب اللي بالنص الغوري وتفتا شنو اللي صار طبعا أنا بعد حزتها كنت قاعدة تحدى نفسي إن بالسفر وشلون أكثر حاجز نخوف بالسفر وهسوال فهذه هني باللعبة شي كان موقف بط يعني صار في نقلة نوعية بإحساس السفر شنو اللي صار بلشت اللعبة طبعا أنا ضخم وصاحبي بعض وشنو قاعدين بقلاس ففي أوكي الناس كلهم أجانب اللي حوالينا باللغاصات الثانية أنا وصاحبي يعني أنا شنو اللي سوينا فرينا القلاس فرق وإحنا قان فرق هنضحك ضحك استيري شي مطبيعي اللي لدرجة أن الناس اللي ويانا كلهم قاعدين يضحكون وقف عجيب حسابه ما كنتم صورة صجب وقف وايد عجيب فكنت حيل هايب كنت وايد يعني داش جوي أنا يعني من غيرت صنع طبيعي آآ قاعدة أضحك بقوة آآ حيل هايب عايش اللحظة والجو وصاحبي كان نفس المود يعني صارت ذكريات حلوة يعني هذا هم موقف إنه يخليك تعرف إذا كنت تماشي مع الشخص الصح أو الشخص الغلط فعشان شذي يفرق يعني لو أنا قلت لا مع هذاك صاحبي لازم أغيغ شخصيتي علشان أمشي مع أفلان عشان دمرت حياتي بنفسي الشخص غلط ليش أمشي الشخص غلط آآ ليش أضيع وكتي دايما معه فآآ الناس هاي دايما اللي أحولهم على الطول شخصيات ثانوية مو دايما اللي تكون أساسية بحياتي لأنه وايد يعني they pull me down why they pull me down فآآ يأثر بوايد شغلات ثانية آآآ تخرب عليك آآ مغامراتك بالحياة آآآ اللحظات الحلوة اللي بتمر فيها القصص قصتك قصتك رح تتأثر يعني قصتك حياتك أنت كلها رح تتأثر بسبة هالناس هذي يعني شوفوا شلون أنه الأصدقاء الناس اللي حواليك المجتمع شون يأثر عليك أنت فآآ لازم الواحد شوي يركز بهالموضوع فعلشان شدي يعني خدمني وقت طويل علشان أكثر هالحاجز هذا انه قالوها لي قالو لي أنت عيدان طاق الناس بالطوفة صح هذا اللي أنا مسوي فالحمدلله ومرتاح من المهم هان المهم شكوا أنا بالنص إذا بمشي على رأي الناس آآآ راح أصير من هذي للكو بي بست أنا لا أريد أن فآآ مودي وايد أحسني صعب بس آآآ صايع مثل ما قلت لكم بالرحلة أدور على الناس اللي اتش مودي آآآ واللي أتأقلم معاها من ناحية اللعب الهوايات آآآ طلعات القعدات هذا وانا بيتوتي يعني انتروفرت دايما أنا قاعد بالبيت يعني دا أكثر لحظاتي مع ربعي مثلا بالدسكور دويون عندي انت يمع أو شيء شذي بس دايما تعفوا للإحساس هذا اللي بعض المرات لمعيون حتى لو تكون قاعد بين عشرين واحد تحس إنك مو قاعد مع أحد لأنا مو فاهمينك تحس إنك قاعد شذي ما في أحد فاهمني ما في أحد أحس إنه فيه كونكشن معه فمهما كان العدد الناس اللي أنت قاعد بينهم ما راح تحس إنه ما فيه انسجام وإذا حس أنا الشي الصعب اللي قاعد أمر فيه حتى لو مريت وانسجمت مع الناس تي ناس تخرب علي ناس يعني تطلع من تحت الأرض اللي أخرب عليه ليش هو مرتاح ليش هو عنده شخص وايد متأقلم معه خلا أخرب عليه يعني أنا مري فيه موقف وايد أحبه جاسم صاحبي شنو اللي صار كنا على 2017 كنا مسوين محتوى كنا بقروب وشذي وهذا وكنا قاعد نسوي محتوى أنا طريقتي بالمحتوى أحب يعني قلعتهم أسرد يعني نظام البرودكاستنج مو نظام اللي نفس النشرة الجوية ولا الأخبار اللي أقرأ وحس إنه لازم أكون محظر وأقرأ شنو بقول مو شري فكان فيه صعوبة بال وغير إلا الواحد مستحي رابعة قا يطالعونه وحزتها يعني توني داش القوة سالفة صناعة المحتوى فالواحد هم بعد فيه مشاعر يستحي ما يبي غلط يبي يحاول رهبة الكاميرا فيه وغير شغلات فصار موقف أن أنا ويا صاحبي تهوشنا مو هواش صار صارت شراب نفس هذا هو المخرج وأنا على قروتهم مثل المذيع ولها سوت شذي وهو وصارت المهم شنو الموقف الحلو لي صار؟ صاحبي هذا عصب معصب ويا معصب شذي كيوت راح داش داخل طبعا كان فيه واحد واقف بيننا يعني قاعد يطالع الشغل صاحبي راح داخل كان يهي كان يحذف عليه السنيكاس هاك حيوان اكل ومشي هذا الصاحبي اللي بالنص استغرب هذا اللي حمت هاو شي قاعدين شلون هذا يعني جاسم عرف شون يتعامل مع عيدان يعني رفيجة أنا وهم بعد رفيجة بس شون هذا لفل الصداقة ما لقى يعرف شلون يتعامل معه فصار هني نوع اللي يديد من الحسد هم حسد ثاني يعني شلون هذا مع بعض شلون هذا لعرفين حق بعض أنا ما عدي نفس هالنوع من الصداقة اثنينة يتشون هم متهاوشين يعني خلاص تهاوشوا خلاص انتهت العلاقة او انتهت الصداقة لا هذين مكملين عرفين شلون يتعاملون مع بعض اول عشر دقايق كانوا قاسرخون ثاني عشر دقايق يضحكون وغش مرة فشون شدي صارت بعدين يعني هذا قام يحفر وليش تعطيه ليش تساعده ليش توقفوا اياه ليش انتوا علاقتكم شدي ليش صداقة خلاص يعني صارت يعني أنا كنت حالة ببالي ان هذا الموقف مر علي بس بصداقتي الثانية لا مره بمعي بس صداقة هذه بعد ومر علي بصداقة ثالثة ومرع علي بصداقة رابعة اه يعني السالفة مو سالفة انه أنا والشخص صدقة الأول لا ولا الثاني ولا الثالث الناس قعد تحصد 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 الموقف هذا أو نوعية الصداقة هذه الكلوسنس اللي قعد تصير ف يعني سالفة سالفة المجتمع نفسه مو مني أنا كشخص أو مع صاحبي أو أياً كان صاحبي رقم واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو جاسب هذا مهم شغلة انا متعمدة اقولها إن اقعد اقول ناس ما قايب اساميهم بس اقول جاسب ليش قاعد اقيب سيغل جاسب صدقتي انا وهي اهه وايد حلوة ما نستحي من بعض اقيطها جدام الناس اا وايد على قلوتهم قادرين هو شخص الوحيد what the only person who Is able to access نكسر حاجز او حسد للمجتمع بصداقتنا ونقضها بويهم فوايد انا احبها واحبك يا جاسم وصراحة وايد انا احب صداقتنا وليل احنا نتذكر قاعدتنا اول قاعدة بيني وبينك كانت جداهم جمعية مشرف كنا قاعد نسالف عن كتب وشدي وهذا ودشينا بصالفة القراءة النسبة حق سالفة القراءة والصداقة انا وصاحبي نفسها جاسم شنو كان مسوي كان مسوي يمعة عنده الديوانية يمعة كانت حلوة كل يمعة نقعد عنده غدا او عشا والعصر نتكلم يا قصة دينية قصة تاريخية اهوي قصة ما شاء الله عليها عنده اسلوب القصصي دايما احنا علي اقول ارجعها ودشوا وقولولا خلي يرجع يقول قصص شذي وهذا فكانت يمعات حلوة في ناس مثل السوس مثل السوس يخربون على قراتهم على القروب فخربوا اليمعة هذي مع انها حاولت اكثر من مرة اردها بس خربوها للأسف واتمنى انها ترجع حلوة بالعكس انها يكون في يمعات فيها ايجابيات فيها مثل الناس تتكلم عن دروس احسن من الحسد احسن من قاعدة الحش احسن من قاعدة المنافقين صح ولا لا فاحنا نحتاج القاعدات هذي فهذا مودي مودي انه لمن اقعد مع صاحبي يكون في لفل اوكي خنقول انها تسعين بالمئة من القاعدة وانا سوضحكوا له اوكي بس في خمسة عشرة بالمئة فيها ذكر فيها مو بس الذكر فيها ثقافة فيها انت قاعدت لفل قاعدت يمع اكس بي حك شي معين ايا كان اكس بي تصوير ثقافة ايا كان لازم الواحد يتعلم لازم كل يوم يسوي ابدات مو بس القاعدات كلها حش انا موني قادر اقعد مع ناس بس اربع عشر ساعة بس قاعدين حش واخر شي يقولون لي انت عندها متصول اذا انت كلها ساكت اذا انت انت كنك ممرتاح وانت قاعد بي ايانا اكيد ممرتاح طول الوقت انتوا بس قاعدين ومطايحين عشاء على واحد وقاعدين تحشون فيه تحشون 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 فانا كان عندي واحد من ربع مكان شذي كلش كلش مكان شذي بس اثروا عليه ربعة تعرف على ربع عدد ودشة والسيركل اثروا عليه صارت القعدة معهم كلها عش قعدات الصبح كلها عش قعدات العاصر كلها عش اليمعات كلها عش في السالفة اتركوا 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 ايش بس انا حبها في ناس اعزها بس بعض المرات صج يقولك اذا كنت تحب شخص اتركوا هذا اللي انا صويته الصراحة يعني بس أنا ما أنسى الذكريات أنا أنسى أنا حضع الذكريات مهما كان الشخص مثلا مع الأسنين تغير وقطعنا صلاقاتنا ولا ما قمنا نطلع مع بعض أو أين كان أنا أستل أو أظل محتفظ الذكريات مهما كان الذكريات حلوة الناس تغير بس الذكريات الظل الذكريات ما تروح فأنا دايما أحب سالفة أن الواحد يكون صداقته هي اللي تلفل حياته تطور حياتك أنت كشخص تطور حياتك أنت بشتى المجالات يعني مو بس سالفة أنت كشخص يعني حتى بعدين بالزواج حتى لو بعدين يصير فيه انفلونز حلو تتعلم من ربعك شغلات واحد يعرف ما شاء الله من الربع يعرف ما شاء الله تربيته حق عياله وايد حلوة ينقلك تجربته طريقته بطرح الكلام طريقته بأي أن كانت البرفشن أو الهواية اللي عندها ينقلها لك فيصير فيه تبادل يصير فيه ناس تنصحك ناس تلفلك بشتى أنواع أي إن كان فهذا يعني حرام أن تدمر حياتك مع ناس غلط حرام والله حرام والله يسامحهم من الناس اللي قاعد تخرب العلاقات للناس الثانية يعني أنا ويا واحد كنا وايد زينين يدش طرف يخرب علينا أنا ويا واحد فلان هم بعد زينين يدشون خمسين طرف ويخربون علينا للأسف للأسف يعني الله يهديهم وكلهم سامحهم دنيا وآخر بس شنو الله يسامحهم والله يهديهم فهذا هو المود عشان شعنا دائما أحاول أنه ما أضيع وكتي الحين قمت قطها بالوي لما أشوف شخص أحس أنه نفس مودي نفس ستايلي نفس نفس الهوايات على الطول أدش وأتعرف عليه أحاول أن أتقرب أحاول أن أكتسب الناس في ناس ما شاء الله تكون أوكي يعني أدش اللفل القريب أن أتعرف عليها يكون وايد زينين وفي ناس العكس أكتشف أنه لا طلع الشخص الراق وأحاول أبتعد فالمود وايد يلعب دور وأنا قاعد أحاول أكون على قراتهم ما أخاف من التجارب اللي قاعد أمر فيها أبي أخذ راحتي نفس ما أنا الحين قاعد أحاول أخذ راحتي بالبودكاست أبي أتكلم أبي أرتاح أبي أكون فري ما أخاف من التجارب اللي قاعد أمر فيها يعني وأنا الحين قاعد أسولف أقول يمكن غلطت أنا بالكلام يمكن غلطت وأنا قاعد أقول مثلاً جملة معينة يمكن أنا طلعت برة عن المحور الحلقة اللي أنا بتتكلم فيها وايد عوائق عوائق هني سلاسل كل مكان موجودة السهر فحيل حيل متحمس حق الأوقات حق الملمون الغزل اللي ديدة فصراح أنا وايد ودي أتعرف على ناسي ديدة وداش قاعد أحاول أتعرف على ناس يعني من مجلات غير معتاد اللي أنا أكون يعني طلعت أنا من مثلاً المعارب والكوس بلاي وقربات الرسم قمت أروح أشوف قربات ثانية فإن شاء الله تكون بداية حلوة وطريق يديد حلو والحمد لله أنا مرتاح يعني هذا يعني أنا خلال ثلاث أربعة سنين اللي أنا قاعد أمر فيها رحيل من قبل كوفيد وايد قمت أحس بالوحدة وايد يعني هذه أكثر أوقات الوحدة اللي ما قلت فيها بحياتي كلها فحس أنها وايد صعبة بنفس الوقت حلوة يعني إحساس غريب إحساس غريب يعني الوحدة لي من موجودة بس أنها قاعد أستغلها بشغلات أقرأ كتب زيادة قمت أدش بهواياتي ديدة قمت أحاول أصنع محتوى قمت أقعد بيني وبين نفسي أحاول أن أطلع من السلبيات اللي كنت أمر فيها بين الصداقات تحديد فوايد وايد وايد أنا حين في وايد مواضيع أود أدش فيها بس أن بخشي حق الحلقات الياية لأن المواضيع دخلني على قراتهم وقت طويل فبخلي حق الحلقة الياية فبحط لكم أنا إن شاء الله أسئلة إذا في أحد يبينا تكلم من موضوع مهم عجبتك الحلقة عندك أسئلة معينة تبي شغلة ذكرتك فيها مرّت أنت بنفس القصة اللي أنا مرّت فيها اكتب لياها بلكوم التحت أو دزل لياها دي ام الحلقة هذه خفيفة وائد وخليها سريعة لأن في شغلات ولي أتكلم فيها بس ما بيأخربها بخلي القصص هذه حق الحلقات إن شاء الله الياية ويعطيكم العافية وإن شاء الله تكون سمتعزو وياننا وإن شاء الله نراكم الحلقة الياية اشتركوا في القناة